بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مع كل موادسة أولاء النهاردة هعمل لكم الفيديو إزاي بداية خطوة خطوة من تحميل الامتحان لحد رفع الامتحان إن شاء الله للترم الأول العام الدراسي 23-24 هنفتح جوجل أهي تمام أبنقنا في الخارج خلاص هنختار منصة أبنقنا في الخارج أي حد ممكن يفتحه من غير لأيميل ولا أي حاجة دي المنصة الرئيسية بعدك ندوس على الثلاث شهرات اللي فوق لو إحنا بنفتح على اللابتوب هتبقى القايم كلها قدامنا هنختار الامتحانات تحميل الامتحانات ده أول خطوة تمام خلاص تحميل امتحانات الفصل الدراسي الأول عام 23-24 نزلت تمام عندي فئة الطالب عادي أو دمج الدمج يا جماعة اللي هما زوي الإحتاجات الخاصة يعني بيبقوا عارفين إن هما ليهم اختبارات معينة تمام أدي عندي المرحلة الابتدائية اللي صف الرابع الصف الخامس عربي الصف السادس عربي اللي عدي دي عربي برضو كله السنوي عندهم عربي تمام ده اليوم الأول هي ورقة أسئلة فقط مفيش بابلشيت هي ورقة أسئلة فقط فأنا أحمل أهو الملف مثلا الصف الخامس مثلا تمام أبص أرى إيه الملفه هو بيتحمل عندي تمام وخلاص نزل في الايه نزل في التحملات أهي أوريك بشكل الورقة أدي الورقة هي طيب هو أنا عامل إيه أنا عندي دلوقتي حلين يا إما أنا أحله على التليفون وارفعه من على التليفون يا إما أروح أطبعه في المكتبة تمام طيب أنا هعمل إيه بقى أنا من على التليفون هروح على برنامج كامس كانر تمام أدي برنامج كامس كانر بفتحه وبيجي من جوه برنامج كامس كانر بينزل على من على الجوجل بلاي عادي بعمل امبورت فايلز أو استيراد ملفات على حسب اللغة بتاعت الايه بتاعت الجهاز اهو امبورت فايلز فتح معي الفايلات هاختار الفايل اهو اللي أنا عملته حابصة لقيه هو بيعمله اهو فتحه على الكامس كانر اجابوس لقيه اسم الطالب ورقم الجلوس طيب الطالب المحجوب ملوش رقم جلوس اكتب الرقم القاوم تمام حاجة اكتب هنا اهو فتحنا اهو الامتحان تمام اهو على كامس كانر او اي برنامج بدي اف احنا بنفضله تمام اهو فيه برامج بدي اف كتير حاجة من الكامس كانر هعمل ماركاب وبعدين اللي هي اه اضافة نص يعني او اضافة اه واجه اكتب اسم الطالب احمد محمد السيد اه عبد دي اللي حكيم مسلا مسلا اي اسم وادوس برة ادوس على الورق برة حيتقلب لي هنا مربع اعرف ايه اعرف ازبطه يمين شمال اتكبر شوية اعمل شوية وازبطه بحس يتكتب قدام اسم الطالب واكتب اسم الطالب بالانجليزي حتى لو المادة انجليزي بكتب اسم الطالب بالعربي سوري. حتى لو المادة بالانجليز انا بكتب اسم الطريب العبد. وادوس علامة الاكس. مالش احمد. علامة الاكس بتقفلها. احمد محمد السيد عبد الحكيم. تمام? اهو. دست في الورقة دست تاني خلاص اهو. طب عايز احركه ادوس على الاسم هيديس ظهر لي اهو. وادوس في الورقة بره. اجي ادوس عند رقم الجلوس هيطلع لي. اكتب رقم الجلوس. بالانجليز ولا بالعربي? لا دي اي حاجة. وخصوصا اه يعني بالانجليزي بأفضل. سبعة خمسة ستة اتنين. مثلا. اهو. ادوس بر علشان اعرف ايه? احرك. واجيب هنا. عايز اكبر شوية اكبر. مفيش مشكلة. وادوس على الورقة بر. بعد كده اجي اعمل علامة. اجي اعمل ايه? علامة. خلاص انا مش عايزة اهيه. تمام? اتكتبت على ايه? على اول ورقة. اجي على تاني ورقة. اهو. اعمل مركب. وادوس هنا. اتكست. اهو انا لازم اكتب على كل ورقة? اهو لازم نكتب على كل ورقة. لازم نكتب على ايه? على كل ورقة. ادوس بر. ادوس الاكس. اطلع بر. اعيز اكتب في الورقة التانية. الورقة التانية بقى لازم ادوس على الورقة. كده. يطلع لي الاشكال دي. ادوس على التلات نقط. اعمل مركب. اد تكست. واكتب الاسم. احمد. محمد. السيد. عبد الحكيم. وادوس على الورقة بر عشان اعرف احركه. اهو. ادوس كده. ادوس تاني. اطلع لي مربع تانية. اكتب تكست. سبعة تمانية خمسة ستة اتنين. مس. ادوس على الورقة بر عشان اعرف احركه. اهو. اعمل سيف. وهكذا في كل ايه? في كل ورقة. ادوس على الورقة. تلات نقط. مركب. عشان اكتب الاسم ورقم الايه? ورقم الجلوس. طب خلصت الاسم ورقم الجلوس. او انا لازم اعمل كده اكتب الاسم ورقم الجلوس على كل ورقة الاول. لا انا ممكن اعمل في كل مرة. يعني كل ورقة اعمل. دوس هنا اهو. خلاص كده طلعت بره الورقة. طي. جبت اهي اول ورقة انا عايز احل الامتحاء. هعمل ايه? هعمل مركب. بس مش هعمل ايه? مش هعمل مركب. بقى المرة دي هعمل مركب. وبعدين هعمل ايه? اد اانوتيشن. اد اانوتيشن. واختر اللون اللي سود. تمام? او اللون الافضل. اللون الازرق. فيه ازرق? اه اه ماشي. ازرق. خلاص? اه هنا الم. هنا اه فورشت خينة سواء. احنا هنعمل اي حاجة. خلاص انا قريت. بعمل كده بسوابع بقى على الشاشة عشان اكبر الايه? اكبر الصورة. ادوس السهم ده يعمل اندو. احرك بسوابع الاتنين. منال نقطة الرايفز ليت. منال نقطة الرايفز ليت. اللي اختيار نيفر. اهو. اروح جاية عند نيفر واعمل ايه? واعمل علامة صح. شكرا. اللي بعدها. تمام? طبع ايزا نقل الصفحة. بسبعين الاتنين. مش سبعة واحد. ارفع فوق. اهو. وهكزا. دي طريقة تحلل ايه? الاسئلة. بعد كده بعمل ايه? بعمل علامة سيف اللي هي الديسك اللي تحت على اليمين ده. خلاص انا كده سيفت. سيفت? خلاص شكرا. انا كده بقى هسيف الملف كله. تمام? واعمل ايه? واروح ارفعه على منصة الراف. تمام? وبعد كده هروح عامله شير. تمام? وابعته على الواتساب لاي ايه? لاي حد. وابعته مسلا لنفسي. خلاص. اهو. حاجة بص لانه هو واحد وثلاثة ميجا. واحد وثلاثة ميجا اهو بيحمل. تمام? اقل من اتنين ميجا. الملف لايزيد عن اتنين ميجا. تمام? طيب. بعد ما يحمل هعمل ايه? هروح جاية. فتحة بدي اف. اهو. اهو الاسم مكتوب والحلول ايه? مكتوب. هروح عامله تنزيل او داونلود. تمام? هيبقى موجودة عندي على الايه? على الداونلودز. وسمي اهو. ايجي على الداونلودز الناس اتسميه. هروح عامله كده. اختاره كده. واروح جاية من النقطتين اللي تحت. واعمل اعادة تسمية. وسميه مثلا ايه? اختبار عربي احمد محمد. اهو. بقى عندي اختبار عربي احمد محمد. طيب. انا كده خلصت الامتحان عايزة ارفعه بقى. اعمل ايه? هروح على المنصة بتاعتي. اهي. بقلب اهو. عادي جدا. اهي. وحاجة من القوائم. اهو. اختار بقى ايه? الامتحانات. رفع ملف الامتحانات. واعمل. هيتفتح لي بيقول لي الرجاء المنصة الرفع. الرجاء تسجيل الدخول فقط باستخدام حساب ولاي الامر. اروح انا باختاره. انا سجلت ودفعته لولادي على اني حساب. على جوجل ولا ميكروسوفت على حساب. انا مسلا هدوس اي حساب حساب ميكروسوفت. هيقول لي حط الاميل وحط الباسود. هحط الاميل وحط الباسود. فتحت لي بعد ما حطيت الاميل والباسود فتحت لي الصفحة دي. هروح دايسة تسجيل المادة. حاجة من هنا. ادوس على الطالب. اختار على كلمة اختار على السهم ده. هيطلع لي اسماء الطلاب اختار منهم اسم الطالب. وحط الفصل الدراسي الاول. والمادة هلسه هختار المادة بتاعتي هي ايه? تمام? اخترت المادة بتاعتي اللغة العربية. طيب هعمل اول ما دوس ادوس فايل يفتح لي ايه? يفتح لي الملفات. اروح مختارة الايه? الملف. اتحمل الملف. تمام? لو جيت عملت كده قلبت التليفون بالعرض عشان اتكتبت بات. اهو. اهو اختبار عربي احمد محمد. بعد كده هدوس كلمة حفظ البيانات. تمام? هيطلع لي شاشة فيها اسم الطالب وفيها اه المادة وفيها كلمة تم حفظ الاجابة. حاجة اخد سكرين شوت من الشاشة التانية اللي هي فيها تم حفظ ملف الاجابة. من على التليفون. تمام? تتحافظ عندي. وابعتها لاي حد على المسينجر بحيث ان هي تبقى نسخة احتياطية موجودة عندي. يا اما اطبعها. ده دليل مهم جدا ان انا حليت ورفعت الامتحان بتاع المادة. المواد اللي اختبارات كلها ورقية مفيش الكتروني بتتحل بنفس الطريقة بتتحمل وتترفع وبتتحل من على التليفون عادي وتترفع على التليفون عادي وتحملت من على التليفون عادي. مش محتاجين للابتوب ولا محتاجين مكتبة ولا محتاجين اي حاجة. ولا محتاجين حد يعمل لنا اي حاجة. تمام? لحد ما نسلم الامتحانات كلها كل امتحان يوم بيوم. يوم بيوم. مش اكتر من كده. محدش ياجل لاخر الامتحان. كل مادة تتحمل يوم بيوم. زي ما بتنزل في الجدول طبقا للجدول اللي نازل لكل صف دراسي. وبكده نكون خلصنا الامتحانات بتاعتنا على خير ان شاء الله. وربنا معاكم وجزاكم الله خيرا وبالتوفيق لكل ولاد ان شاء الله.